اعتمد نواب الجمعية الوطنية صباح اليوم بحضور وزير التنمية السياحية والثقافية والحلف اليدوية محمد صالح حارون مشروع قانون يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية للإثثمار الفنقي كان ذلك تحت رئاسة النائب البرلماني الأول لرئيس الجمعية الوطنية موسى خدام تقرير محمود حسن سنبو بنسبة مئة في المئة اعتمد النواب هذا المشروع القانوني الذي يتعلق بإنشاء شركة وطنية للإثثمار الفندقي في تشاد ذلك بحسب قرار المنظمة الإفريقية الأهداء الذي يطالبها بأن تكون مؤسسة عامة صناعية والتجارية وكذا القيام بتسهيل عملية التعاقد بينها وبين باقي المشموعات الفندقية اعتماد هذا المشروع لقد ترك انطبعات جد جيدة لدى وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية وعن الاختلافات بين هذا المشروع الجديد والمشروع السابق فقد أوضح قائلا البروجيت الفات قوله عن السونكسو يعني الفوتي سنة 2014 لكن فها قلت عشان سونكسو هنا سنة 2014 سوو اتابلسمان ادمنستراتيف يعني وهذا قايرت عشان نسو اتابلسمان بوبليك اندستريال وكميرسيال ومن شانب اخر ربعا نسبة قدوم السواحي في البلاد ما تزال ضائفة فقد اكد الوزير بان الوزارة ستبذل قصرى جهدها لتطور هذا القطاع الحيوي كي يسم مساهمة فعيلة في دفع علاة التنمية الاقتصادية للبلاد اعتمد نواب ايضا مشروع قرار برلماني اعد من قبل لشنة التنمية الرفية والبيئة بمناسبة تحقيقها البرلماني حول قتل اسجار في القرى التابعة لمدينة غليندينغ الذي قامت به في شهر يوليو الماضي